اشتركوا في القناة معروف لنا ان الاصل في الاشياء هو الاباحة حتى يرد في الشرع خلاف لذلك وكان كل بقر بني اسرائيل مباحا لهم ولما جي الامر الالهي بذبح بقرة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة كان امام بني اسرائيل مئة الف بقرة ادنى بقرة تجزئ وتحل المشكلة لم يسارعوا لذبحها ولكنهم سلكوا طريق العناد والمواطلة والتلك وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي فلما شددوا شدد الله عليهم فشدد الله عليهم وازاح البقر الفارد والبقر البكر وابقى البقر العوان الوسط في السن بين الفارد والبكر وبكده خسر بني اسرائيل سبعين الف بقرة وامراهم الله عز وجل بسرعة الاستجابة وعدم التعنت وذبح البقرة ولكنهم مع الاسف الشديد لم يفعلوا وبادروا بسؤال جديد وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها اي لون وايه دخل اللون في ذبح البقرة ضيقوا واسعا فضيق الله عليهم الوان البكر المعروفة اكتر من 100 لون عندنا فيه الابيض والاسود والاحمر والبرتقالي والاصفر والرمادي وهتلاقي فيه الوان مخلطة ابيض على اسود وابيض على بني وابيض على احمر وابيض على اصفر وقول زي ما انت عايز واحنا عندنا 30 الف بقرة على 100 لون يعني عندنا 300 بقرة لونهم اصفر لكن استنى الاصفر درجات عندنا مثلا اصفر فاتح واصفر فاقع واصفر ليموني واصفر كناري واصفر ذهبي وغيرها وبحسبة بسيطة هتلاقي ان البكر اصفر فاقع اللون 30 بقرة لكن مش كلهم تصر الناظرين هتلاقي فيه المعظمة واللي دلها مش موجود واللي ودنها مقطوعة واللي بتعرج يعني عندنا 10 بقرات صفراء فاقعة اللون تصر الناظرين تخير حضرتك 10 بقرات في وسط 100 الف بقرة اكيد وقته مجهود كبير جدا من بني اسرائيل بيدوروا على ابراف كوم اش بس هم اللي عملوا في نفسهم كده بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم وكما اختلفوا على نبيهم موسى عليه السلام اختلفوا على انفسهم جماعة منهم تقول هي دي البقرة المقصودة وجماعة تانية تقول لا مش هي دي البقرة احتاروا واختلفوا ولم يتبينوا البقرة المطلوبة وعادوا الى موسى عليه السلام يجرون ذيول الخزي والخيبة وسألوا موسى عليه السلام سؤالا جديدا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله علي بيقول رغم ان البقرة واضحة وضوحا تامة دي بني اسرائيل من حيث العمر والشكل واللون الا انهم لكثرة سؤالهم لم يتبينوا البقرة احتاروا والتبس عليهم الامر وكانوا صدقين لما قالوا ان البقرة تشابه علينا قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج وشعر بني اسرائيل ان هما زودوها واثقلوا على نبي الله موسى عليه السلام فقدموا المشيئة وقالوا وانا ان شاء الله لم اهتدون ولولا هذه الكلمة لم اهتدوا فلما قدموا المشيئة هداهم الله عز وجل الى بقرة واحدة وحيدة ليس لها مثيل في بقر بني اسرائيل اخي الكريم قدم المشيئة في كل امور حياتك قال تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وقصة بقرة بني اسرائيل بتصلت الضوء على قضية التشدد والتعنت والتعصب وسمة المتشدد والمتعصب الغباء والجهل المشيئة معناها جميل لكن للأسف الشديد في ناس بتعلق تقصيرها على شماعة ان شاء الله مثلا تقول له واحد قاعد ام صلي فيقولك ان شاء الله وهو قاعد بيلعب في الموبايل بادر للطاع وتوكل على الله وقدم المشيئة جزاكم الله خيرا شكرا